وزير خارجية إثيوبيا وصل إلى إيطاليا في زيارة يعني ربما تكون لها دلالة بشكل أو بآخر مش عايز أربط ما لا يربط ولا أستنتج لكن وزير خارجية إثيوبيا في روما في إيطاليا ده معلومة لازم حضراتكم تعرفوها أبي أحمد بيتعهد بالتنمية والازدهار للصومال الإثيوبي ما هو الصومال في دولة اسمها الصومال دولة الصومال أشقائنا وإخواتنا وحبايبنا في الصومال نتمنى لهم السلامة لكن في الصومال إقليم الصومال الإثيوبي إقليم زي إقليم التجراي وإقليم زي إقليم الأورومو وإقليم زي إقليم الأمهارة وإقليم زي إقليم عفار كل هذه الأقليم داخل الدولة الإثيوبية النهاردة لأنه إقليم الصومال الإثيوبي بيدعم الحكومة الفيدرالية ضد إقليم التجراي لذلك أبي أحمد وعد الإقليم بإن شاء الله يكون فيه تنمية والازدهار في هذا الإقليم خلال المرحلة القادمة وبعد القضاء على الجبهة الشعبية لتحرير التجراي ميليشيات الأمهرة أو قوات الأمهرة بتحرق وتهدم بيوت قبائل التجراي في مدينة الحمرة وتصرق كل محتويتها يبقى هذا الوقت حضراتكم فيه معركة دائرة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وبين جبهة تحرير التجراي في الشمال وانضمت قبائل الأمهرة بقواتها المحلية للنزاع وبدأ إقليم التجراي بيحارب في نفس الوقت الأمهرة وبيحارب الحكومة الفيدرالية الأمهرة والتجراي قبائل وانا ما يقلقني هنا ان الموضوع لم يعد بين حكومة تحادية وإقليمه تمرد وانما الموضوع امتدت أثاره وامتدت نيرانه الى أقاليم وعرقيات وقبائل أخشى ما أخشى قال لا تنطفق نار الفتنة التي اشتعلت في شمال إثيوبيا طبعا زعيم إقليم التجراي رفض المهلة اللي اده لهم أبا أحمد دالهم مهلة 72 ساعة وهذه المهلة قال عشان يستسلمه لكن استطاعت جابة تحرير التجراي انه خلال هذه المهلة في كاسب المزيد من المكاسب العسكرية وقاموا بإسقاط طائرة هليكوبتر وتحطيم آلية مدرعة ربما دبابة أو غيره وزي ما قالوا انه أو أعلنت القوات التجراي انها لحقت ضمارا تاما بالفرقة 21 الآلية بالجيش الاثيوبي وذلك بعد يوم واحد من إسقاط طائرة هليكوبتر ودبابة زي ما قلت لحضراتكم يعني أعتقد ان في مشكلة كبيرة جدا بين أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا قالت انه في مشكلة وفي هوة وفي مسافة وفي مساحة بيننا وبين الجانب الإثيوبي لأنهم في حالة غموض وحالة رفض للتعاون إلى آخره رئيس الوزراء الإثيوبي السابق مريم دي السالين قال المجتمع الدولي اللي عايز نقعد مع جبه التحرير التجراي يعني ده مش فاهم الأزمة وهو سبب الأزمة الموجودة في إثيوبيا وفي إقليم التجراي